في خطوة غريبة ليس فقط على الأعراف الدبلوماسية ولكن أيضا على أبسط دوابط اللباقة المفروض توفرية في العلاقات بين الدول قام السفير الجزائري في المجر علي مغراني بتزييف ثورة مشاركتي في ندوة نظمتها مؤسسة مجرية متخصصة في العلاقات الدولية بمناسبة يوم إفريقيا حيث عمد إلى حدث ثورة سفرة المغرب في بوداباست التي استدعيت للمشاركة في اللقاء بثفة عميدة السلك الدبلوماسية الإفريقية واستبدلها بثورة قديمة لها وتحول التدوين على حساب سفرة الجزائر في بوداباست على موقع فيسبوك نشرت يوم الثالث والعشرين ماي الجارية إلى محج للراغبين في الثخرية من تصرف الدبلوماسية الجزائرية وذلك بعدما أرفقها بثورة الرغم أنها توثق لمشاركتي في اللقاء الذي نظمه معهد الشؤون الخارجية والتعاون الهنغارية بشراكة مع مجموعة السفراء لفارقة في بوداباست حول الاقتصاد الإفريقي وفضاءات تجارة الحرة بالقارة الثمراء والتي نظمت عبر تطبيق المناظرة المرئية وبالرجوع إلى المقاطع الأصلية للاجتماع الافتراضية تضح أن السفر الجزائرية فبرك الثورة التي نشرها حساب السفارة حيث حدفت صورة السفر المغربية في بوداباست كريم القباجة ونشر صورته الشخصية والمتير أن المسؤولة الدبلوماسية الجزائرية لم يكلف نفسه عن التقاط صورة جديدة بل عمد إلى تسجيل قديم ليقططع منه صورتها والأغرب من ذلك أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها السفر الجزائري إلى هذا الأسلوب فالصورة التي استبدل بها صورة السفر المغربية هي نفسها التي نشرها حساب السفارة بتاريخ الخامس مارس للقاء حول وباء كورونا ثم نصخت ووضعت في مشهد اجتماع عن بعد نظمته السفارة البرتغال في هنغاريا مع السفراء إلى فارقة حول تنمية مصادر المياه في القارة الثمراء وذلك يوم الرابع عشر أبريل ونشرها أيضا الحساب الرسمية للسفارة الجزائرية والمتير للاستغراب أيضا هو أن الدعوة الرسمية للقاء لم تذكر إطلاقا اسم السفير الجزائرية والذي كانت بلاده ممثلة بصونيا بن زيادة العدو في مفوضية الجزائر بمنظمة مناطق التجارة الحرة في القارة الإفريقية وهي نفسها التي نشرت كلمتها مع الثورة المذيفة على حساب الصفارة الجزائرية في حين تصدر إثم الدبلوماتية المغربية كريمة القباج التي تحمل صفة سفيرة فوق العادة نص الدعوة ليست فقط باعتبار عميدة الصفراء الأفارقة ولكن أيضا لأن المجموعة التي تترأثها مشاركة في تنظيم اللقاء توفي القياد في عصابة البوليساريوسيد أحمد الباطل جراء مضعفات فيروس كورونا الذي أصاب أيضا زعيم المرتزق إبراهيم غالي المتواجد في إسبانيا للاستشفاء وأكدت الجبهة أن السيد أحمد الباطل فارق الحياة صباح يوم الأربعاء معلنة الحداد لمدة سبعة أيام ابتداء من اليوم الخميس هذا الرجل هو واحد من الذين توصل القضاء الإسبانية بشكاية ضدهم إلى جانب إبراهيم غالي يصفه ضحايا البوليساريو بالجلاد ويمثل القيادة الأولى للجبهة الذين شاركوا في التأثيث وكان عدوا في لجنة العلاقات الخارجية ثم عدوا في اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي لينتقل بعد ذلك إلى أمانة البوليساريو وتولى عدة مهام مثلحة في صفوف العصابة منها قيادة الناحية العسكرية الثانية وكان أول مدير للأمن والتدريب في ميو السمة بوزارة الدفاع الوطنية في الجمهورية الوهمية وفي المهام السياسية كان مسؤول مركزية الفروعة ومدير مدرسة الأطر في تندوف وشغل عدة مناصف التعليم والصحة إلى جانب الإعلام والتجهيز وفي دات الثياق لجأت عصابة البوليسارو الانفصالية إلى خدمات الخبيرة مانويل أوليسيسي المحامي المتخصص في القانون الجنائي الدولي وإجراءات الترحيل في محاولة لإنقاذ زعيمها المدعو إبراهيم غالي من حبل المشنقة والذي سيمثل يوم الثلاثاء القادم فاتح يونيو المقبل أمام القضاء الإسبانية في إطار شكوى تقدم بها الناشط الصحراوية الفاد البريغا وأوضحت يومية الكونفيدنسيال الإسبانية استنادا إلى مصادر قضائية أن الزعيم الانفصالية ترك دفاعه في يد مانويل أوليسيسي المحامي المتخصص في القانون الجنائي الدولي وإجراءات الترحيل أثناء متولي أمام قاد المحكمة الوطنية الإسبانية سانتياغو بيدراس يوم الثلاثاء المقبل إما حضوريا أو عبر تقنية الفيديو وتبعت اليومية استنادا إلى مصادر دفاعه أن المدعو إبراهيم غالي ينوي المثول أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو وهو الاحتمال الذي يرحب به القاضي من حيث المبدأ وكانت مصادر صحراوية فادت في تصريحات لوكالة فرانس بريث بأن غالي يماثل للشفاء من وباء كورونا ولا يزال في مستشفى لوغرونيو الذي باث يعرف مراقبة أمنية مشددة مع اقتراب موعد مثولي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية ويأتي هذا بعد أن تداولت أخبار تفيد بأن إبراهيم غالي بدأ يخطط لمغادرة التراب الإسباني في الأيام المقبلة دون مثوله أمام المحكمة الوطنية في مدريد أعربت ثفيرة المغرب في مدريد كريمة بن يعيش اليوم الخميث عن استنكرها لتصريحات الغير الملائمة والوقائع المغلوطة التي قدمتها وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية وأكدت بن يعيش أن وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أدلت مؤخرا بتصريحات للصحافة وللبرلمان واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة وإصدار تعليقات غير ملائمة مضيفة أنه لا يمكن إلا أن نعبر عن الأثف لطابع البئيث وللانفعال والعصبية التي رافقت هذه التصريحات وأبرزت الدبلوماسية المغربية في تصريح للصحافة وأن الأزمة الحالية كشفت الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية التي ما زالت تلح على الرغبة في الإدرار بالمصالح العليا للمملكة المغربية منذ استرجاع الصحراء سنة 1975 وقالت يحق لنا بالتالي تساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأا شخصيا للسيدة الوزيرة أو أنها تأكث النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة القضية المقدسة للشعب المغربية ولكل القوى الحية للأمة وأكرت بن يعيشنا الاحترام المتبادل واتقى بين البلدين الذين تحدث عنهما رئيس الحكومة الإسبانية أضحايا للأسف موضع شك حاليا وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن المغرب أخذ علما بذلك وسيتصرف بناء عليها وأكد الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية خصي لويس رودريغيز أن العلاقة مع المغرب أساسية لأمن إسبانيا واستقرارها مبرزا وجهة مخطط الحكم الداتية لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء ودعا خصي لويس في حديث خص به تليفزيون كانالثور يوم الأربعاء إلى أن استعادة الثقة في العلاقات بين البلدين عقب الأزمة التي اندلعت على خلفية قرار السلطات الإسبانية استقبال الزعيم الانفصاليين المدعو إبراهيم غالي سرا وبهوية مذورة وشدد على أنه يجب أن نستعيد الثقة التي تمثل عنصرا أساسيا في العلاقات الخارجية وأشار الوزير إلى أن المغرب كان دائما شريكا جديا وديناميا ومخلصا تجاه إسبانيا في محاربة الإرهاب الجهادية وفي سياسة الهجرة مشيرا إلى أنه عندما كان رئيسا للحكومة كان هناك توافقا جيدا وبخصوص قادية الصحراء المغربية سجل أن مخطط الحكم الداتية الذي قدمه المغرب يظل الأساس لكل تسوية لهذا النزاع الإقليمي وأكد أن المملكة المغربية قدمت عام 2007 مخططا للحكم الداتية المتقدمة لقية ترحيبا وإشادة واثعة مضيفا أن الأمر يتعلق بالإطار الأمثل الذي يشكل أساسا لبلوغ اتفاق معقول وشدد على أن مخطط الحكم الداتية متقدم للغاية للصحراء يجب أن يكون خيارا للاستكشاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر